منتصف العام 2011 كان ترتيب منتخب هونغ 169 بتصنيف العالمي لكنه اتطور تدريجيا خلال السنوات الست الماضية وارتقص 27 مرتبة ليوصل للمركز 142 بنهاية هالسنة وبداية 2011 رجع الكوري لجنوب كيم باوت جون لقواعده السابقة كمدرب للمنتخب وحافظ على مركزه لهلأ الشيء اللي فرض استقرار فني وساعت بتنظيم جدول إعداب متكامل خلال العام 2015 لعبة هونغ كونغ 7 مباريات اتعادل سلمان متنام منهم مع الصين وخسرت امام قطر 2-3 وخلال العام الماضي خاضها المنتخب 9 مباريات وكان ابرزه خسارته امام قطر 0-2 وامام كوريا الشمالية 0-1 بضم منتخب هونغ كونغ 4 لعبين فقط بيلعبوا بالصين والباقي كله بيلعب بدور محلي لمستعمرة بتضم لعبين من جذور برازيلية وارجنطينية وانجليزية مثل هداف المنتخب جيمس ماكي اللي فت انه 13 من لعبي المنتخب هني فوق سن 29 وانه معدل اعمار هالمنتخب عالي وبيبلغ اغتبانا وعشرين سن ونص تقريبا